وفي إطار الحملة الأمنية ومتابعة المخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية تمكنت الأجهزة الأمنية منذ مساء أمس من ضبط 34 قطعة سلاح ومستخدميها وحائزيها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة بحقهم وأعلن ذلك الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق التحقيق الخاصة والفنية قامت بمتابعة ما نشر من فيديوهات وجمعة المعلومات الاستخبارية مشيرا إلى أن عدد الأسلحة المضبوطة منذ انتهاء عملية الاقتراع ارتفع ليصبح 69 قطعة سلاح وشدد على استمرار عمل فرق التحقيق الخاصة بمتابعة جمع المعلومات حول كل من ظهر في الفيديوهات التي جرى تداولها إلى حين إلقاء القبض عليهم جميعا وللوقوف على الأوضاع الميدانية ينضم إلينا من جنوب المملكة مراسلنا محمد الكفاوين وتحديدا من محافظة الكرك ومن شمال المملكة مراسلنا ضرار غنام وتحديدا من محافظة إربد وأبدأ معك ضرار مال جديد لديك حول عمليات التحقيق والمتابعة والضبط التي تقوم بها فرق مديرية الأمن العام فيما يتعلق بالفيديوهات التي وثقت مخالفات لأوامر الدفاع وللقانون أيضا نعم لنا سجدت في الـ 24 ساعة الأخيرة ما يقارب الـ 95 حالة خرق لقانون الدفاع وبعضها من الحالات التي ظهرت مساء أمس باحتجاجات من قبل المواطنين الذين لم يحالف الحظ لمرشحيهم في الانتخابات النيابية حيث قامت الأجهزة الأمنية بعدد من المداهمات الأمنية استطاعت القبض على ما يزيد عن المائة شخص من لواء الرمثة ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الأمنية والالتزام في الحظر وقانونين الدفاعي ينضم إلينا العقيد فلح المجالي مدير شرطة محافظة إربد مساء الخير الله يسعد مساكم عطوفتك حدثنا بداية عن الخطة الأمنية التي تمضعها خلال فترة الانتخابات النيابية لمجلس التاسع عشر وما بعد الانتخابات يا سيدي مساء يوم الاثنين تم نشر عدد كبير مرتبات مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها ضمن مدينة إربد كان هذا الانتشار تنفيذا الخطة الأمنية لوضعها مديرية الأمن العام وكانت تهدف إلى مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية وسيرها من بدايتها من لحظة الاقتراع ولغاية الخروج بنتائج الفرز بعد ذلك تضمن نتائج الخطة بعد الانتها من العملية الانتخابية الانتشار الأمني من أجل مراقبة وضبط مراقبة أوامر الدفاع ومدى الالتزام بها حدثنا عن مدى الالتزام في محافظة إربد من قبل المواطنين بقانون الدفاع والحضر يا سيدي كل الشكر لأهالي إربد للالتزام هنا كان هناك التزام الصحيح نسبة كبيرة لكن لكل قاعدة شواذ هناك بعض المخالفات حيث تم ضبط من صباح هذا اليوم لغاية الساعة السادسة من مساء تم ضبط حوالي 36 شخص وأربع منشآت مخالفة لقانون لأوامر الدفاع وقامت بكسر الحضر لهذه الأشخاص تم ضبطهم وسيتم إجراء تحويلهم إلى المحاكم المختصة وإتخاذ إجراء القانون بحقهم كان هناك بعض الفيديوهات التي انتشرت على السوشال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور بعض الأشخاص يقومون بإطلاق العيارات النارية هل تم ضبط عدد من هؤلاء في محافظة إربد؟ يا سيدي بتوجيه من قيادة جهاز الأمن العام تم رصد عدد من الفيديوهات سواء كانت بإطلاق عيارات نارية أو بالتجمعات المخالفة لقانون لأوامر الدفاع حيث تم ضبط عدد كبير من الأشخاص وتم التحقيق معهم بخصوص المقاطع الفيديو التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم إجراء اللازم بخصوصهم فلاحبك في النهاية وجه أو نريد منك رسالة للأردنيين من مدرية الأمن العام بالالتزام بقوانين الحضر والالتزام بجميع القوانين يا سيدي رسالتنا للأهل جميعا ضرورة الالتزام بكافة الأوامر والتعليمات الصادرة من مؤسساتنا الرسمية والجهات الأمنية والتي تهدف بالمحصلة إلى حماية أرواح وصحة المواطنين في مملكتنا الحبيبة شكرا فلاح بك يعطيك العافية نعم زميلتي لانا محافظة إربد يوجد بها انتشار كبير من قبل القوات الأمنية المشتركة بالمحافظة كذلك يوجد العديد من نقاط الضبط في الشوارع الحيوية في المحافظة إربد لضبط حركة المواطنين وحظر التجول وتأكد من الصلاحيات التصريح نعم أرجو أن تبقى معنا ضرورة أريد أن أنتقل عفوا ضرورة أريد أن أنتقل إلى محمد الكفاوين مراسلنا في الكرك محمد الكركة غيرها من المحافظات تشهد انتشار أمني وهناك ضبط للأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وأولئك المخالفين لأوامر الدفاع ضاعنا في التفاصيل لو سمحت نعم لنا عاقبة الحملة الأمنية التي أعلن عنها يوم أمس المدير العام لقوات الأمن العام وفور إعلان نتائج الانتخابات وسعت القوات الأمنية هنا وأعادت قوات الأمن والدرك هنا في محافظة تكرك من توزيع نطاقها وتوزيع انتشارها في عموم مناطق محافظة تكرك نتحدث عن السبع ألوية والثلاث أقضية في عموم مناطق محافظة تكرك وفق خطة الانتشار الثانية هناك كان خطتين انتشار خطة انتشار ما قبل الاقتراع وخطة انتشار بعد إعلان نتائج الانتخابات بنحو وتم نشر ما يقارب أكثر من خمس آلاف عنصر أمن في عموم مناطق محافظة تكرك ولعل اللافت هنا أنه تم نشر أكثر من مئة شخص أيضا عسكري يمتلك بالزي المدني من أجل ضبط كل مخالف وتحويق المخالف في إدعاء العام ورجات معنية يعني كما تتابعي لنا عبر كاميرا رؤية نحن موجودين عند أحدى محطات الغلق الموجودة عند المدخل الشرقي لمحافظة تكرك ومضمن هذه الحملة التي تضمنت محطات أمنية متحركة لا سيما بعد بعض مظاهر الفرح تارة يبدو محمد أن الصوت غير واضح متقطع سنعود إليك لاحقا مراسلان ضرار غنام من محافظة إربيد ومحمد الكفاوي من محافظة الكرك شكرا جزيلا لكما